الروائي الناجح في تقدير الشخصي عنده مشروع روائي المشروع ده يعني مثلا إذا خدنا واحد زي نجيب محفوظ المشروع ينهض على تعزيز العدالة الاجتماعية تعزيز الحريات الديمقراطية تعزيز حرية الانحياز للمرأة ده الفكر العام للمشروع ومن خلال رواياته بيمرر هذه الأفكار لأن فيه نقل إنجليزي مهمة أو اسمه تيري إجيلتون يقول إيه دكتور عامري؟ أقول لك الرواية مركب يحمل الأفكار من شاطئ لشاطئ جميل التعبير التعبير جميل جدا فهو الروائي لازم يبقى الروائي الناجح عنده أفكار عن المجتمع عن العدالة عن الحياة عن الموت مشروع ناصر عراق الرواية تطور مصر وفي تقديري لنا تطور إلا بتحقيق قدة حاجات الاستفادة مما وصل إليه الغرب من تقدم لن نعيد اختراع العجلة الغرب سبق نعم ده زواضة وبالتالي كيف نستفيد ونستثمر أفضل ما وصل إليه الغرب من التقدم تعزيز الفكرة العدالة الاجتماعية تعزيز حرية الرأي ودي نقطة مهمة جدا نحن طلعنا المجتمعات دلوقتي في مصر بقى فيه تشدد وفيه نفي الآخر حرية الرأي كل واحد له رأيه مدام لا يعتدي على الآخرين من حق كل إنسان أن يكون له رأي مهما كان شطط هذا الرأي ولكن لا يعتدي على الآخرين ولا يحاول فرض رأيه على الآخرين بالقوة هذا بشكل عاد زائد النقطة المهمة الجمال تعزيز فضيلة الجمال والجمال في اللغة الجمال في الكتابة الجمال في الحبكة إن أقرأ الرواية أستمتع أنتشي زي ما بشوف فيلم جميل يجب أن أنتشي إذا لم أنتشي ولم أستمتع بالعمل الرواي فيصبح هذا العمل أقل مما يستحق أنتشي ولا أتأثر النشوة ستجعلني أتأثر النشوة أولا ستجعلني أتأثر ستصير خيالي ستصير الأسئلة في ذهني ستنمي وتهذب ذائقتي ذائقة التلقي يعني كان أحد الفلسفة الألمان لي جملة جميلة جدا يقول لك الفن هو أعلى درجة من درجات الفرح يستطيع أن يهبها الإنسان لنفسه لما أنا بكتب أنا مستمتع لما من كل سوم بتغني مستمتع طيب ما أنا لما بسمع من كل سوم ما أنا بستمتع هذه العلاقة الجدلية ما بين السمع أو بين الإبداع وطلق الإبداع عايزين نعززها مش كل الناس هتبقى فنانة ولا مبدعة لكن ممكن كل الناس تبقى عندها مهارات التلقي موهبة التذوق عايزين نعزز عايزين موهبة في مجتمعنا المصري والعرب